قول كده الجملة اللي انت قدتها تاني لا انت لو خلعت الجزمة وديتني بها فوق دماغي مئة مرة بس 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 عشان ما تتكهربش شفت جملة أوفر جدا انت اللي بتقول الجملة دي ليه؟ عشان تتقرب منه ايوي عشان يرقيك ايوي عشان يديك فلوس أكتر ايوي ما انت ممكن تقول نفس المعنى بطريقة أرقى طبل بطريقة أرقى الجملة هنقولها هي هي بالظبط وبدل ما نقول هتديني بالجزمة على دماغي مئة مرة طول مرة واحدة لا يا باشي ما انفعشي وجودوا له هبة ما حليش جرب جرب يا أبراهيم ما فاشح خليهم اتنشر مرة مرة اي حاجة ايش قادر يا وسي سيد جرب أقولها أبراهيم اتشجع وأقولها أبراهيم انت لو خلعت الجزمة وضربتني بها فوق دماغي مرة دماغي تنشكل انا ايه اه شفت طبلت ايه؟ اتكهربت؟ لا وانت اتبسطت؟ هي مرة واحدة إلي ولا مش متعود على كده بس صراحة اتبسطت انا حايزك تفكي كده يا أبراهيم وأنت مدودت بليه كده؟ حصل ايه؟ اصلي متطبق من المبارح الله متطبق إليه يا والد بتفكر في الميزانية؟ لا يا سيد سيد انا فكرت في عظامتك وتوت فيه ايه 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 هي بتتقال كده وبتكهربت بس شغالين عليها يعني النسخة الجديدة ان شاء الله من الجهاز هيبقى فيها أحسن من كده ما تحكش عليك يا هيمة جهاز هنا قري عندي ان انت عندك تطبيل لا إرادي يا حبيبي يا إبراهيم لو ما اشتغلتش على نفسك خلال الست شهور اللي جايين هنتطر نصفارك يا ألماني لا 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 يا حبيبي يا إبراهيم مالوش لزوم ألمانيا وقلة الإيمة يا أستاذ احنا هنتغير مش هتتغير يا ولا يا إبراهيم انا قاسف يا أستاذ سيد ايه دي؟ يا باشا الجهاز بعضا ما انا متكهربتش خالص لا يا أسف دي ما متكهربش ما فيهاش حاجة يعني لسه معاك جملة واثنين تطبيل واسعة تعال تعال اني آسف يا سيد الناس واسعة تعال كمان يا عمي وعم عيالي واسعة تعال كمان تعال 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 ما تكهربش زي ما انت زي ما انت يمنورني يمنورني باس اعدل كله بقى اعدل كله بطل وانزل بقى خلاص خلاص يا باشا احنا فهمنا اسمع يا إبراهيم ما تبقى شغابي الباشا أصدق انك تطبل طبل يا ولا ما يهمكش بس ور أععد الإقاع شوية يا إبراهيم اه ايوة ايوة كده ايوة برافو عليك انا عايزك أبراهيم فوق خالص عايزك تقول كل اللي قول الحقيقة أبراهيم نعم قول الحقيقة ده بقول الحقيقة لأسيبك منه انت ورأ انت ورأ ها 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 هاih حقيقة مين يا باشا اني لو تببلت غبضلي كهربة ولو بطلت تطبيل هترفض مين ده اللي أرفدك ايه مين صحيح ايه ده احنا مش في شركة محترمة ايه طبعا احنا في شركة محترمة ايه ده اللي يجاوب بقى انا مش هتكلم طيب حس كده بقى قول الحق يا أبراهيم ايه؟ على ضمانتك يا باشي؟ قول الحق يا أبراهيم بصراحة بصراحة الشغل مع وسي السيد مش كويس ايه مش مش كويس خالص ايه بصراحة كده وسي السيد حرامي ايه ده؟ حرامي ما جابتش كهربة وهو كلمة مش كويس ده كانت أريا معك تطبيلي مش كويس أريا تطبيل وحرامي حرامي أريا قلة أدب وسفالة آه كمل إبراهيم لا يا باشي ده مش بس حرامي ده مفتري ده مفتري وعايش على السحب ده مش جسمه دي ده جسمه دي على مال الناس الغلابة ودموهم أنا إبراهيم أنا اللي رمز للأمانة والمهنية آه انت هتطبيل لنفسك؟ ماشي أنا هوريك يا أبراهيم هوريك هيطلع إن كل كلامك ده هزور آه آه وكل اللي انت قلت وفترة آه آه وأنا هثبتلك إخلاصي آه آه وتفنية آه في العمل طب في العمل بتكهرب ليه؟ ده أنا ده أنا قلت أقسم الجملة عشان في العمل ما تجيبش كهربة لا هو غالباً أنت دايس على سلك التلفزيون عريان آه 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 أستاذ سيد هكيف هو ذلك؟ انت بتحاول التحقيق ها ه vorbei اه افضل ها الله قللり يا أستاذ بأسلمي أنتو كررتوا تجيبوا مين؟ ماكان الأستاذ سيد الله Weg поддержته والله بقى انت وشطرتك أبراهيم شطرتاني أبراهيم أنا محما تشطرت مجيش نقطة في بحر أبراهيم بالراحة تطبيل وسطي جميل